اهلا ومرحما بكم اعزائي المشاهدين وانا التقيكم في حلقة جديدة برنامجكم حديث عراقي مجلس الوزراء الحالي عدد بالاتفاق وقوى العملية السياسية لان تكون ما يسمى بانتخابات مجالس المحافظات اللي انجرت قبل عشر سنوات ولم تجرى بعدها انتخابات وعلى ان تجرى فيه كانون الاول القادم يعني بعد نحو اكثر من ثلاثة اشهر ستجري هذه الانتخابات وخلال هذه الفترة يعني حاولون اشغال العراقيين حاولون اشغال الشعب العراقي هذه القوى التي في العملية السياسية بما يسمى بهذه الانتخابات احاديث كثيرة ودعايات كثيرة واعلانات كثيرة ومشاريع بالجملة وعود بالجملة وكذب كبير والعملية يعرفها الشعب العراقي لا تزيد عن اعادة تدوير نفس الوجوه ونفس الاحزاب ونفس القوى هؤلاء يريدون ان يسيطروا على المحافظات بشكل يعني كل قوى من هذه القوى مثل ما قلنا وكثير تحدثنا في هذا الموضوع قوى العملية السياسية تصارع فيما بينها منذ تأسيس العملية السياسية لحد الان والكل كل ما يقوى يحاول ان يدفع الطرف الاخر او اي طرف في العملية السياسية بعيدا ويأخذ من مساعته الان جدتي انتخابات مجالس المحافظات يريدون يعني كل من يعتقد انه هو الاقوى الان عليه ان يدفع هكذا يتصرف يدفع الاخرين ويسطر على ساحة اكبر تكون مكاسبة اكبر تكون سيطرته اكثر كلمته اكثر نافذة هكذا يتصرفون وفي الاول والاخير طبعا الانتخابات ستجري في الشمال غير مشمول فقط المحافظات يعني من الموصل والتنازل الى الجنوب يعني دائما الناس تعرف وكنا نعرف انه من يسيطر على المحافظات هي الميليشيات طبعا اخذت اسم اخر اخذت الحجد الشعبي اسم الحجد الشعبي باسم الحجد الشعبي اخذت اسم المجاهدين هذه الكذبة الكبيرة لكن هم يسيطرون لديهم مكاتب اقتصادية ولديهم استثمارات والاقتصاد المسيطرين عليها والامن المسيطرين عليها وهذا اهم شيء يتحكموا بكل شيء يتحكموا بالناس وسياساتهم واقتصادهم فبالتالي هم من يتصرفون وهم من يوجهون الامور بالوجهة التي يريدونها الانتخابات ستجري يعني مثل ما قلنا في يمكن ثمانية كانون الاول يعني ثمانية اثناش الفين وثلاثة وعشرين نفس الوجوه نفس الاحزاب هي التي تتصارع واهم ما في ما يميز هذه الانتخابات مثل ما تميزت كل ما يسمونه انتخابات وخاصة الانتخابات التي جرت في عام الفين وعشرين انتخابات مجلس النواب تتميز وتميزت بعزوف الناس عن المشاركة هم لديهم مشكلة في هذه القضية يريدون ان يحلوها يحاولون بشتى الطرق تحديث سجلات الناخبين ما عرف منه وهل قد حدثوا مثل نفس الحديث وبالتالي الناس ملت الناس كرهت هذه الوجوه عرفت فسادها وعرفت خرافة وعرفت دمارها يعرفون سطوة المال السياسي والولاءات وتأثيرها على النتائج المتوقعة من العام لذلك احد القيادي في جماعة المالكي ما يسمى اتلاف دولة القانون يزافا طبعا ما لم يلاقى بالقانون هؤلاء يعني من البداية قال هذا احد القيادين قال ان احنا يعني جماعة المالكي وجماعة الدولة القانون سنفوز بالمحافظات الجنوبية كلها المحافظات في الوسط والجنوب قال سنفوز بها كيف عرف لا عرف هو يعني هكذا يعني من البداية قبل الانتخابات بأكثر من ثلاثة أشهر هو يقول ان احنا سنفوز بها احنا فايزين بها اعلى نفوزهم من الان هم يعرفون قدرتهم يعرفون ميليشياتهم يعرفون قدراتهم يعرفون المال الذي سيصرفونه ويعرفون العوائد اذا ما سيطروا على هذه المحافظات سيطروا على مجالسه كل التخصيصات ستقوم في جيوبهم كل مشاريحها لهم كل مقاولاتها لهم هم من يوجهون كل شيء سياساتها سيطر عليها أمنيا دفعها باتجاه تأييدهم هكذا يريدون وهم لا يدركون جيدا يعني بهذه العقول الكسيحة التي يمتلقونها لم يتعظوا من الماضي وآخرها ثورة تشرين هذه المحافظات حرقت كل مقارات الأحزاب هذه التي الآن تحاول أن تتنافس فيما يسمونه انتخابات مجالس المحافظات حرقتها كل مقاراتها وحرقت مقارات الميليشيات وتبرت منهم وتوعدتهم بالقتل والذبح إذا ما جاءوا لا تريدهم اكتشفت فساتهم اكتشفت خرابهم اكتشفت تآمرهم على بلدهم لأجل بلد آخر اكتشفت كل المشاريع الوهمية كل الوعود الوهمية كل هذا اكتشفوا لأن يكتشف الشعب هذه الكذبة الكبيرة التي يسمونها التغيير بالعراق والشكل الجديد والديمقراطية كذبة كبيرة البعض من القوى الأقليمية والخارجية والهيران وأمريكا تحاول أن تجمل من صورة هذه الانتخابات وأنها انتخابات هذه كذبة كبيرة هذه في دولة الدولة الديمقراطية تتنافس مجالس البلديات ومجالس المحافظات مثل ما يسمى المدن تنافس غير شكي لكن في العراق لا توجد ديمقراطية هناك عبث هناك فوضى هناك خراب هناك فساد هناك فكر طائفي لا يتناسب مع الديمقراطية لا يأتي مع الديمقراطية على سطح واحد فلذلك هذه الانتخابات تعيد صورة ما يسمونها انتخابات منذ عام 2005 لحد الآن سواء برلمانية سواء محافظات نفس القضية تعيد نفس الصورة نفس التكرار إعادة تدوير هذه النفايات مرة بعد مرة ولا يتعظون أنه الزمن مو صالحهم هذا كل يأكل من جرفهم قد يعتقدون أن هناك مكاسب لكن هذه المكاسب وقتية وآنية وستنتهي والشعب يعاقبهم في يوم عليها الشعب ما يقبل يعني العراقين صبروا عشرين سنة لكن الليلين يصبرون عشرين سنة أخرى هذه كذبة كبيرة من يعتقد أنه هؤلاء قد جاءوا بالديمقراطية والآن مسيطرين وهم ثابت يعني لهم ثبات على الأرض هذه غير حقيقية ومثلما يعني وصفتها الإيكونوميست وغيرها ومراكز دراسات أجنبية قالوا أنه هذا الاستقرار هو استقرار خادع استقرار وهمي غير حقيقي وسرعان ما ينقلب وهذا الوضع هو الذي سينقلب سينقلب وهذه كل هالمحاولات لتجميل هذه الصورة أو للاستحواذ أو للمكاسب لن تجدي معهم ربما ستحقق لهم مكاسب آنية لكنها في النهاية ستنقلب عليهم هذا واقع الحال وهذا واقع ما يسمونه انتخابات مجالس المحافظات لا تختلف عن شكل كل الانتخابات جرت في العراق منذ عام 2005 لحد الآن لأن اول انتخابات جرت عام 2005 ولا قبلها شكل أن مجلس الحكم وغيرها نفس الكذب ونفس في ظل دستور كسيح وفي ظل فساد وخراب وميليشيات وانتهاكات كبيرة وقت هذه الحلقة أعزائي المشاهدين قد انتهى أترككم بخير وألتقيكم في حلقة أخرى لذلك الحين استودعكم الله والسلام عليكم موسيقى 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 موسيقى